اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة ضمن دورة تعليم برنامج اكسز في المحاضرة السابقة تعلمنا كيفية اضافة القائمة المنسدلة بالطريقة البسيطة والتي تستخدم للخيارات القليلة بداخل القائمة المنسدلة الطريقة الثانية تستخدم للخيارات الكثيرة والتي هي مثلا المحافظة الدولة او مثلا عدنا افراد او اصناف متعددة طيب عدي هنا مثلا المحافظة طبعا راح اجي هنا انشأ جدول من انشاء وهذا الجدول راح اضع به المحافظات وطبعا هذا الجدول في البداية هنا اعدي نص مختصر راح اسميه المحافظة جيد واحجي هنا اكتب المحافظات مثلا بغداد كربلا مثلا النجف طبعا بعد ما كملت المحافظات راح احفظ الجدول وطبعا سميته المحافظات جيد الآن اجي الى بيانات الموظفين طبعا هذه بيانات الموظفين طبعا اذا اجي هنا على المحافظة وطبعا من الحقول هنا النوع ما موجود عدي اللي هو معالج النصوص او معالج النص طبعا قلنا لابد انه نغير الى طريقة عرض التصميم جيد الآن اجي هنا الى المحافظة ورح اختار طبعا معالج البحث رح تظهر لهذه النافذة وطبعا مثل ما شرحنا بالمحافظة السابقة اذا اختارت هذا الخيار يعني معنى اني رح اقدر اضيف محتويات القائمة المنسدلة بيدي رح اختار هذا الخيار حتى اضيف المحتويات من خلال الجدول اللي هو جدول المحافظات رح يكون محتوياته مباشرة بالقائمة المنسدلة فاجي اضغط على التالي رح يقول لي هنا اختار جدول اللي انت تريده طبعا عدي هنا جدول المحافظات وجدول الموظفين انا رح اختار جدول المحافظات لان محتويات هذا الجدول اريدها تكون بالقائمة المنسدلة اضغط على التالي طبعا هنا لابد انه هذن الجزئين المكونين اللي هو المعرف والمحافظة لابد انه يجن بالقائمة المنسدلة فياجي هنا اضغط على هذا الخيار واضغط على هذا الخيار مرة ثانية فرح يكون عدي هنا بهذه المجموعة المعرف والمحافظة وبالتالي أضغط على التالي وطبعا ثم التالي طبعا هذاني أجني بالقائمة المنسدلة رح أضغط على إنهاء جيد طبعا يقول لي يجب حفظ الجدول قبل إنشاء العلاقة أوكي موافق هنا طبعا رح ينشيلي علاقة وهذه العلاقة هي رح تربط بين الجدولين اللي هي المحافظات وبيانات الموظفين طبعا هاي علاقات رح نشرحها وأنواعها وتفاصيلها كلها إن شاء الله بالمحاضرات القادمة الآن رح نجي نحفظ الجدولين هذا الجدول رح نسوي لحفظ وهذا الجدول أيضا رح نسوي لحفظ رح ألغي هذا الجدول باعتبار أنه أنا كملت كتابة المحافظات ورح أغير نوع العارض إلى طريقة عارض الورقة أو ورقة الجدول إذا أجي هنا على المحافظات رح ألقى المحافظات موجودة على شكل قائمة منسدلة مثلا رح أختار هنا بغداد ومن ثم مثلا النجف مثلا البصرة ومثلا الأنبار وهكذا أقدر أضيف المحافظة اللي أنا أريدها من خلال القائمة المنسدلة مثلا هنا زينب وهكذا طبعا هذه إحدى الطرق المشهورة لإضافة القائمة المنسدلة وتستخدم عادة لإضافة القوائمة المنسدلة الكبيرة مثلا المحافظات، الدول، الإختصاصات، الأصناف وما شابه ذلك إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة في حال لو كان بها بعض الصعوبة أو الغموض بإمكاننا أن نعيد المحاضرة مرة أو مرتين رح نفهمها بشكل جيد تطبيق هذه المحاضرة هو إنشاء جدول للمحافظات وإنشاء قائمة منسدلة في بيانات الموظفين تحتوي على المحافظات اللي ضفناها من خلال جدول المحافظات نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى اشتركوا في القناة